حجة الساحة المفتوحة لجرائم ميليشيا الحوثي ولا الشهود في مسرح الجريمة التي تتم تحت عنوين كثيرة وتوسعت رقعة الانتهاكات منذ تفكك تحالف الانقلاب بين الحوثيين والمؤتمر وبات أعضاء المؤتمر عرضة للتنكيل الحوثي في اليمن بشكل عام وحجة بشكل خاص لا يقتصر الأمر على الجرائم السياسية التي ترتكب بحق أبناء حجة بل يشمل الأمر الجرائم التي ترتكبها الميليشيا بحق الأطفال الذين تجيشهم من قرى ومديريات حجة وتدفع بهم إلى المحرقة ليعودوا إلى ذويهم جثامين محمولة على النعش والبعض لا تعود منه سوى بعض ذكرياته وصورته المبروزة بشعار الموت بالمقابل تتوسع في حجة الكتلة الشعبية الرافضة لميليشيا الحوثي وينخرط أبناء حجة في صفوف الجيش الوطني والمقاومة الشعبية خصوصا مع اقتراب المعارك من مديريات المحافظة في كل من ميدي والمديريات المتاخمة للمعارك الدائرة بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية وميليشيا الحوثي في المناطق التي تتوسط محافظتي صعدة وحجة إلث جرائم الميليشيا في حجة مستمر ومتراكم بدءا بالألغام التي زرعتها الميليشيا في حجور حجة ابان ثورة الشباب السلمية مرورا بجرائمها منذ الانقلاب والاشتياح وصولا إلى الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها بحق أعضاء حزب المؤتمر في المحافظة وبحسب موقع الصحوانهت تم الكشف عن إحصائية أولية لجرائم الحوثيين ضد أبناء محافظة حجة شملت تفجير أكثر من عشرين منزلا وتضرر مائة وستة منازل ومحالة جهرية على صعيد الجرائم الجسيمة أقدمت الميليشيا على إعدام وتصفية أكثر من ثلاثين شخصا بينهم مشائخ وقيادات في حزب المؤتمر وأطفال واختطاف أكثر من مائة وخمسين آخرين ويبقى السؤال كيف يمكن تقديم الدعم والإسناد الحقوقي والقانوني للمدنيين والتغلب على حالة التعتيم الإعلامي في محافظة حجة في ظل التغييب الكلي للراصدين والإعلاميين في المحافظة التي تشهد قمعا غير مسبوق